مرحبا بكم الجديد بالأمل والإصرار والشغف تعمل النساء بجلد وصبر في سوق الناصرة حاملات قصصا وحكايات مختلفة غدا بولوس تحمل إيمانها وموهبتها وحبها للسوق لتكمل طريقة إعادة إعمار وإنجاح هذه السوق ناس اللي أجت لا تفتحونا بسوق الناصري هي ناس اللي عندها شغف وحب للسوق لأنه بالظروف الحالية السوق بحاجة لأنه يكون فيه جلد وصبر ونفس كتير كتير طويل وإذا أنت ما كنت تحب السوق وتآمن بالإش اللي عم تعمله مرات كتير من نقعد أيام كاملة ما فيش ناس فإذا قوام هذا يعني بيكسر الشراع فمش رح نكمل فكر اليوم في قوة جداً خاصة هيك اللي هي بتحركنا كل يارنا هو عزمنا وإصرارنا كنساء إنه نعطي للبلد هاي وبعتقد إنه كل إنساني عندها القصة الخاصة فيها بالنسبة لإلي جايتي على السوق كانت طبيعية جداً لأنه أنا بحب جداً السوق وبحب أهل السوق ورغم كل الصعوبات اللي بتواجحنا هون في عندي إيمان قائم بأنه لازم دايماً نشجع الآخرين كمان اللي ييجوا ويرجع هالسوق يعمر وبوجعني قلبي أحياناً لما بكون بريت البلاد اللي بشوف سوق أصغر وما فيش فيه الزخم الفني المعماري اللي موجود هون وناجح لما فيه مناشدة بإنه إحنا نساعد نكون كلنا مع بعض إيد واحدة لننجح موضوع أو مشروع اللي إحنا عم منفكر فيه طبعاً عم منحاول ولحد إسا البرامج اللي عملناها بشكل عام استقطبت كثير من الناس وكانت ناشحافاة دايماً فيه شغل على التعاون ولكن لحد إسا إحنا فيه شي حلو عم يبنى ترجمة نانسي قنقر